اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نتائج الدور الأول الثانوية العامة الثانوية الصناعية والإعدادية حيث رفع الوزير بهذه المناسبة أخلص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بما تحقق من نتائج مميزة تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به المسيرة التعليمية المباركة في مملكة البحرين والرعاية الموصولة والمتابعة اليومية لشؤونه والتي كان لها أبلغ الأثر في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته كما وكيفا خدمة للمواطن البحريني كما توجه الوزير بهذه المناسبة بالتهاني للأبناء الطلب الناجحين وولياء أمورهم ومعلميهم بما تحقق من نتائج متميزة في الدور الأول من امتحانات المرحلة الثانوية مشيدا بجهود التربويين في الميدان في مختلف مواقعهم من قيادات مدرسية ومعلمين ومعلمات ولجان التصحيح والضبط والرصد وغيرهم ممن بذلوا الجهود الحديثة لإظهار هذه النتائج في الوقت المحدد بسم الله الرحمن الرحيم خالص التهاني والتبركات لقيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها بمناسبة نجاح المسيرة التعليمية في مملكة البحرين وتحقيقها العديد من الإنجازات على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي هذا العام كان عاما ولله الحمد موفقا النتائج تدعو دائما للتفائل بلغ في المرحلة الثانوية أكثر من 93% وفي التعليم الفني والمهني أكثر من 95% كما شهد هذا العام ارتفاع نسبة النجاح في التعليم الإعدادي إلى 6% مقارنة بالعام الماضي هذه الجهود تؤكد مقدار ما يبذل من خلال وزارة التربية والتعليم وكذلك الأخوان في الميدان التربوي وأبناءنا الطلبة والتالي خالص التهاني للجميع بما فيه أولياء الأمور الكرام سيشهد العام القادم بإذن الله التوسع في المشاريع التطورية في مختلف المراحل التعليمية ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تطبيق مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية والمدارس أيضا الثانوية الصناعية سيكون هناك أيضا توسع في دمج أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأهيل المزيد من المدارس لاستقبال هؤلاء الأبناء سيشهد العام أيضا على هذا الطريق طريق التطوير الطريق التحديث لاستمرار في مراجعة مناهجنا الدراسية ومتابعة كل ما هو جديد في عالم المعرفة المتغير بهذا الارتقاء بمخرجاتنا التعليمية شاملا ذلك أيضا تطوير مناهج التعليم الفني والمهني الذي أستطيع أن أؤكد عليه أن الوزارة مستمرة في مشروعها نحو الارتقاء بمخرجات التعليم وسوف تحتفل وزارة التربية والتعليم في العام القادم بإذن الله تعالى بالمآوية التعليم بناسبة مرور مئة عام على التعليم النظامي في مملكة البحرين وهذا يؤكد في أوضح صورة ودق برهان مقدار عراقة مملكة البحرين في المجال التعليمي والله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر